نرجع معكم البلاتون مشكورة سابرين شورا نرجع لك بعد قليل بيش نشوفوا طريقة طبخ الروز الجربية ما مش بالروز ما بالمحمصة اليوم نتبعوك بالطبيعة نرجع هوني البلاتون كاملوا استضافتنا وحواراتنا مع ضيوفنا ليحضروا معانا اليوم واليوم نحتفيه باليوم الوطني للباس التقليدي اليوم الاربعة ستاش مارس 2022 خرج من بيب سويقة حتى الشرع لحبيب بورجيبة بشتصير اليوم العشية مع ماضي ساعتين ونص تحديدا من أمام دار الثقافة بيب سويقة حتى نوصلوا شرع حبيب بورجيبة بشتحطوا أكثر على الإفنمون هذية والخرجة هذية اللي بيصير العشية مدم بسمة العيدي أهلا وسهلا ومرحبا بيك رئيسة جامعية نساء تونس الحديثة أهلا وسهلا ومرحبا بيك مرحبا عايشك شكرا لك على خضر معنا هذا الصباح مرحسي ومحلها اللبسة التقليدي يمتعك يا عايشك لك الأصالة متعمة ولبسة حمامية ونحن في بيب سويقة معروفين صارت لمدينة حتى في اللباس التقليدي اللباس التقليدي على طول العام على طول العام رحبوا أيضا مدم أميل الطالبي مديرة دار الثقافة بيب سويقة مرحبا مرحبا بيكم في دار الثقافة أحمد بولايمين بيب سويقة أحنا اليوم نحتفلوا باليوم الوطني اللباس التقليدي وجيتنا في لبسة تقليدية وجيتكم في لبسة تقليدية من بيب سويقة من بيب سويقة أنا غوبيزيتة لبسة تقليدية تقليدية اللي لبست عينا تقليدية 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 ولا كل شيء معناتها تنجم ترسكل فيه وتبدل فيه أنا الحقيقة ما نحبش نلبس الكلاسيك أما نحب الحاجة الغوبيزيتة معناتها تنجم تلبسها مع سروي الجين تنجم تلبسها معه أم بانتالون عادي مع أنتها يون كولور وهذا اللي سايرتا ومعش اللبسو كامل تنجم تنجم يتميش مع العصر يتميش مع العصر بس مع يدي رأيس جمعية نساء تونس الحديثة جمعيتنا جمعية ثقافية اجتماعية نسوية نسوية بحتة جينا اليوم بش نقدم البرنامج متاعنا هو محفل خرجة المحفل وهي الفز عمتع سلطان لمدينة هذا يبش يكون كرنفال مصغر مع الجحفة مع الكاليس مع الصغيرات اللي بش يعملوا هما مسكيتس مع دي مسكوت بش نيكون المسيرة بتاعنا نتبعوا العروسة من ساحة باب السويقة حتى يكشي ساحة النصر باب بحر هاي هذي خرجة المحفل اليوم هذي خرجة يعني بش نعملوا عليه السلطان لمدينة خطر باب السويقة وينسي دي محرز بالضبط سلطان لمدينة مغادي وديما السور متاع باب بحر غادي باب هو متاع السلطان لمدينة هذي كحده مغادي وان شاء الله وشاهدة طيبة للجميع داو مفتوحة الأنشطة هذية وخاصة خرجة المحفل والخرجة التونسية وعادتنا وتقاليدنا منسيناهمش ليه ويحاولوا ديما سواء كان جمعيات ولا دور ثقافة إحيائها في كل مناسبة عليش تسعى كل الجمعيات الثقافية وإلا دور الثقافة في أنه ديما في كل مناسبة تعمل نشاط الغاية منه شنوه بالضبط؟ احنا هنين رسخوا الهوية التونسية من خلال الطفل قبل ما نقوله المرأة وقبل ما نقوله النساء من خلال الطفل ونقوموا برشة ورشات للأطفال ديجا عملناها احنا في تظاهرات ورشات للأطفال كيفاش باش يتعرفوا على لباس تقليدي باش يصنعوا لباس تقليدي باش أنت ديجا تونقص بي المشروع كبير باش نعملوه اللي هو في شهر التوراث لتعمدي لانسبيراسيو عمار لفهمها لحكاية من بعيد انو احنا ان شاء الله في شهر التوراث اللي هو سنة اخويتنا تونسية اللباس تقليدي باش نعملو برنامج كيفية صنع اللباس تقليدي خاصة انو هي بيب سويقة بذات معروفة ومشهورة باللباس تقليدي من معروفين باللحوان تنتيحها شارع كامل ببنات واللي ما يعرفوش انو ملحوان تذكم هوم اللي يصلعوا لبستهم ما يجيبوهاش صحيح انا هذي حاجة اكتشفتها جديدة وانا مشيت ونشوف بس في لبسة تقليدية نلقاهم عاملين خياطات وخياطات وتريزة دونك احنا صغير يزمو يعرف هذي وقتاش كيفاش وصلت كيفاش اترزت كيفاش احنا نلبسوها وعليش نلبسوها باش نعرف الهوية متع لباس تقليدي وعروس التقبل كيفاش تلبس وحذاراتنا كيفاش يلبسوا احنا رايسنا التو يلبسوا في الوطية متاحهم اللبسة التقليدية المعروفة بها الجهة متاحهم سواء كان حمامة تسفاقس جندوبة بيجة توزر جيبس يعني كل بلاد ورطارها كل بلاد وعندها لبستها وعندها موروثها التونسي الشعبي التقليدي اللي ماذا بينا الوليدات الصغار لانه كل جنراسيان جي معنتها جديدة ماذا بيهم زيدة أوليائهم يعرفوهم على حضارتهم على بلادهم على جهتهم هذه تدخل في تنمية الثقافة تنمية الحضارة متاع الجهة هذيك وأنه الناشئة لوليدات الصغار وزيدة حتى الشباب ثم شباب ما يقول لك اي يوم وطني لبس تقليدي ما انت عادي اخي شنوه شنوه باش نلبسو فيه وشنوه ناكلو فيه ليه هما عادت تلبس فيهم لبسة تقليدية حسب الجهة متاعك نتعرف بموروثك الثقافي والمخزون متاع جهتك هذي كل باش نزيدوا احنا نطوروا نحكيوا فيه لكن ندعوكم زيدة باش نمشيوا معنا الجهة معينة نتحطوا اليوم على ندوة تصير بالشراكة بين شركة الكهرباء والغاز الشركة تونسية الكهرباء والغاز استيغ وايضا البرد على اثرها بشي تم توقيع اتفاقية توقيع اتفاقية الشراكة تكوين اكاديمي في الانتقال الطاقي وتطوير المناهج الاكاديمية وكلنا منذ قليل صباح في الاخبار كنا نتحطوا على المخزون الطاقي والانتقال الطاقي في بلادنا كون بلادنا تعاني من عجز طاقي صحيح الطاقة هي الكهرباء وايضا البيترول وايضا الغاز لكن ايضا اليوم الطاقة الشمسية اللي تنجم تكون بديل ومحطة جديدة في الانتقال الطاقي مدى ان تونس خطات خطوة في هذا الانتقال الطاقي والتي تستعمل في الطاقة الهوائية وفي طاقة الرياح بدلا عن طاقة الكهرباء هذي كل اللي باش نشوفوه مع زميلنا بولبيبا العدودي وين موجود في ندوة باحدى النزل بالعاصمة صباح النور بولبيبا تعطينا اكثر تفاصيل على الندوة صباح الفل واليسمين نحن نتابع ونغطي ندوة حول الطاقة والطاقات المتجددة تنظمها الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة ومعانا استفاتها الحنجي مدير العام الممثلسة حتى يضع لنا هذه الندوة في اطارها العام شكرا وبرك الله فيكم ندوة هذه تجي في اطار استكمال مشروع تطوير سوق الطاقة الشمسية في تونس اللي مدعوم من قبل التعاون الالماني اليوم كمنا خمسة سنين تعاون مع المانيا في الميدان هذية باش نطوروا سوق الطاقة الشمسية في تونس كما تعرفوا واحنا في تونس عنا تعاودات دولية في المجال المناخي اللي تعادت بها تونس على المستوى الدولي باش تخفض بخمسة واربعين في المياه من الانتاج ولا من الغازات الدفئة سنة 2030 مقارنة بسنة 2010 اكثر من ثلاثة ارباع متاع الهدف هذا يجي من قتاع الطاقة من خلال تطوير نجاعة الطاقية والنهوض بالطاقات المتجدة واليوم الحقيقة حبينا نعطيه بسطة وينوصلنا في الميدان هذية خاصة وانه اليوم ركزنا ما لا يقل على 130 ميجاوات من الطاقة الشمسية عند العائلات التونسية عند قرابة لخمسين الف عائلة اليوم خمسين الف عائلة في تونس ينتجوا طاقتهم من الطاقة الشمسية وهذا يعطيه نتائج كبيرة ياسر تخفيض في استهلاك الغاز الطبيعي بأكثر من 40 ألف طن في السنة والحقيقة الحاجة الأخرى اللي نفتخر بها في الميدان هذية هو أنه المجال هذا مكن من إحداث عديد مواطن شغل مباشرة واليوم يكون أكثر من ألف مواطن شغل مباشر وعديد المواطن شغل غير مباشرة وإحداث مسيج صناعي وخدماتي متطور ياسر في تونس فرحانين بي مشكور ناخده وإحنا مازلنا معاك ناخده شاب سيماج تقني في مجال الطاقة يعطينا فكرة على هالندوة والشباب والطاقة به نحنا في إطار التشجيع على الانتقال الطاقي والطاقات المتجدة نحنا شاركنا في المنتدى هذي باش نعرف بأنشطة الشركة وباش نحفز الشركات على الانتقال مع الطاقات الشمسية وضرورة استعمال الطاقات اللي هي الطاقات المستقبل وتندرج في جهود الدولة اللي هي في 2030 بشكون 30% من الطاقات الطاقة المنتجة في تونس هي طاقة بديلة احنا ما هو مدى طاقتنا في الطاقة في تونس والله احنا المجهودات حثيثة الدولة عملة تشجيعات مقدمة عملة بوسعة لإنجاح المجال الطاقي الشركات يزمها هي تفكر باش تستحفظ أكثر معتا وتتوجه لنحو الطاقة الشمسية على وقع هذه الإجابة الشباب والسيد المدير العام للطاقة نعود إلى الستوديو لك الخط فاطمة ونلتقي بعد حين شكرا لك أبو البابا يعطيك الصحة الانتقال الطاقي هي خطوة مهم من المفروض مشروع كبير تمشي فيها بلادنا كنا أعلن عليه في عديد من المناسبات حدثنا عن الانتقال الطاقي مش معقول أن بلادنا فيها 365 يوم شمس لكن مع هذية انتاجنا من الانتقال الطاقي قعد في حدود 3% فقط لم يتجاوز ذلك من المفروض يتم استعمال الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية وإن شاء الله نوصلوا فيها يعني حطوا ديدلاين متاع 2030 كونوا يوصلوا في معنى استغلالهم للانتقال الطاقي والطاقة الشمسية حدود 30% إن شاء الله يمشيوا في خطاء حثيثة تشجيع الشباب والمبادرات الخاصة أيضا والخواص تحديدا في أنهم يستغلوا أراضي باش ينجوا عليها الطاقة الشمسية ما تقعدش كين فقط الشركة الأم اللي هي شركة تونسية شركة الكهرباء والغاز ما تقعدش عندها المونوبول فقط ليه يلزم سو تريطانس مشوا البريفاتيزازيون مش متاع بريفاتيزازيون متاع الكهرباء نو مينيش نحكي على هذية لكن كونوا زيدا الشباب والخواص يعملوا مبادرات وتنجمها كيكا قد ما تكون ثمة كونكورانس قد ما تكون ثمة منافسة قد ما ينجم المشروع ينجح وبلادنا ما تقعش تعمل كين على الكهرباء وفي فترات ذروة وجايتها وفاصل السيف يعني تلقى معناتها الكهرباء تقص أحيان في بعض المناطق بلادنا بلاد شمس على شلاء نمشيوا في المشروع هذية وكون عائداته مربحة ومربحة للدولة التونسية شكرا أن يكبوا البيبة مرة أخرى نحن نرجع لهنين للبلاتوك ونتحدثوا على خارجة المحفل اللي بتصير اليوم العاشية يبتدان من ساعتين ونص من أمام الفضاء الثقافي دار الثقافة بيب اسويقة حتى للتونس حتى الشرح ببورقيبة جولة كبيرة ساحة النصر بيب بحر ساحة النصر بيب بحر والجولة هذه برمجي لقدش بيش يكونوا معناتها ناس معاكم وإلا اللي بيش يجي مرحبا هي الدعوة مفتوحة البرنامج معناها متنوع كافة الفئات العمورية خطر البرنامج ينجم صغار كبار شباب عنا نوادي متع موسيقى تبين دار الثقافة عنا نادي للرقص عنا نانا جنينا الخرافة كيفيش بيش تكون مشي بالمحفل بالموسيقى احنا الخارجة هذية بيش تكون اول ما بيش يتصدر الخارجة جمال الجحفة 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 تبعينا بلد الجحفة تبعي جنوب التونسي احنا بيش نحاول ونمسو المدنة لكل الجحفة بعدها بيش نلقاه الكاليس لعروسة تونسية بعدها بيش نلقاه جو الحظرة والطبال والماسكوت والسناجق والبخور بعدها بيش نلقاه الصغيرات روضة العصافير الحلفوي لبسين هما زيدة بيش يشيركوا في مسابقة الستار كيدس الصغيرات اللي بس تقليدي بيش نلقاه أطفال المدارس مدرسة البيقة مدرسة بيبلقويس مدرسة النجمة بمدينة العربي وبعدها بيش نلقاه الرويد متع دار الثقافة وهما عن نادي الموسيقى كورا للمدينة وعن بلاك أند وايت مجموعة الرقص بي دار الثقافة بيبسويقة هذو ما الكل هم معا لماسكوت هذو ما كل هم برمجينهم معكم بيش يخرجوا معنا ملحافة للمغازيين أيضا اللي اتروج لليبيس التقليدي هو دجال بارح مشيت مفركس على لبسة تقليدية لقيت الناس لكل جاية تشري لحقيقة معناتها قاعدين معناتها هي مناسبة زي التجار خاصة اللي يشتغلوا سواء كان في بيبسويقة ولا في مناطق أخرى بشي صدير وهي المنطقة غديكة قس بيبحر معناها بشتدخل لبدينا العربي لسويق لكلها غديكة مفتوحة وعنا عملي دعاية معناها لهم جانية وحنا بفرصة للصغيرات زي دا مش نكملك أنا البرنامج اللي هي التظاهرة اسمها تظاهرة براعم المدينة تظاهرة براعم المدينة هذه دورة ثانية ببار الخارجة عنا في الأيام القادمة عنا عروض مسرحية للأطفال وعنا ورشات في صنع الدومي في البرعات اليدوية فنون تشكيلية على مدة الأسبوع الكامل بدعم بتبيع المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ومزارة الثقافة ودر ثقافة أحمد بوليمي الورشات هذية بشتتواصل على مدة أسبوع آخر الأسبوع زد عنا عرض من خلال الورشات هذيك من خلال صنع الدومي من خلال الخرافة ولكل بش نعملو لهم اختتامة متاعنا الشاطن شعر النهار لحد عنا بكور متراج اللي بش نعملوه اليوم بش نسوروه في النهار الثاني في النهار الثاني بش نتعرض معناها في آخر آخر الكور متراج هذية الأطفال رويد در ثقافة بش نخرجوا معهم خرجة أخرى بش يزوروا الحوانة متاع اللبسة التحليدية متاع الشاشية متاع البلغة بش يفهموا كيفاش قاعدة تصنعوا بش يتصور فيلم خاص بدر ثقافة بش نجعك بش نتحطوه للبرنامش اللي قاعدين تخطوه على معندها قدام على أيامات قادمة في علاقة بالأنشطة الثقافية وتنمية الثقافة وأيضا الموروث الثقافي والليباس التقليدي التونسي حبيت أن نكمل مع مدام باس ما في علاقة بسؤال إلى أي مدى يساهم يوم كما هذا اليوم الوطني للصناعات التقليدية وإحنا زادة ثمام عرض الصناعات التقليدية لبش يبدأ نهارة الثمانتاش تحديدا بش يكونوا فيهم لزغتزون لكل العارضين بش يروجوا للصناعات التقليدية التونسية إلى أي مدى يساهم يوم كما هذا احتفالي في أنه يخرج المخزون الثقافي التونسي للنور وما يقعدش مخزن كمقاعد على امتداد السنة هو إلى أي مدى معناها نحن أهم حاجة عنا هي ترسيخ الهوية التونسية والتقاليدنا اللي موجودة احنا قبل معناها ما نعمل عملنا احتفلنا بيوم العالمي للمرأة وقبلها هي عملنا بمساعدة جمعيات ومعتمدة بيبسويقة عملنا التكوين المجاني في صناعة العنبر القفة والحولي احنا بش نعملوهم بعد شوي كوناهم والحمد لله معناها لكلها تكونت وتخرجت وكرمناهم وحاليا طوى في بيبسويقة عاملين معرض صغير بالناس اللي علمناهم يجي غاديك طوى تشوف معناها كل واحدة كيفاش الحولي والقفة والعنبر كيفاش معناها قاعدين ترويج معناها تسويق للمنتوجم تاحهم يساهم في أن المرأة تكون رائدة يعني كسح أعمال في مجال الصناعات التقليدية يكون عندها شهرية قارة تبدأ أحنا شعار شعار بصنعة تيديك تتحدى الفقر والكوفيد واتك عندي الانسفيداشون وريدها أباغ هذا معناها تخلنا معناها ماشيين مع العصر إلى جادة معناها بش ما تقعدش خاصتين هدوم الحرفيين الفترة متاع الكورونا معناها ركضت الخدمة متاحهم حبينا في التكوين اللي عملناها مجال عملنا الماركتينج ديجيتال التسويق عن بعض عملناها مزيدة مدة ترواجور هذا مهم برشا لأنه توا الناس كل والتي تشري بالانترنت معناها تدخل المواقع اللي يصيروا فيها شراءات تابت خدمتها تعرف بمنتوجها وتبيع وهذا حاجة به برشا الكوميح سيلكترونيك زادة معناتها هذا في علاقة بالتجارة الإلكترونية هذا هو ما عادش ما عادش حالة ما غازة وقاعدة تستنى شكور شيري يجيك لأنتي تمشيله 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 تعرض وتعمل حاولنا معناها كيف تعمل باج على الانستغرام ولا فيسبوك ولا حاجة تسويق الإلكتروني تسويق الإلكتروني ومختلف الأعمار زادة روحانا متكونة 65 سنة بش تقعد وهذا معناها بش نجم تعاون على قفتها تنجم تقعد في معناها منيش بش نعطيها أنا كلمينح ولا نعطوها قرد بش نعطوها قرد ما تقعدش معناها تمديدها بصنعة صغيرة حتى رو مش تبسيط حتى ليتعمل الفيح للهريستنا العربي الوحد هذي كل كيف كيف عولة رمضان كيف كيف قاعدين تجيبها بسويقة تشوف تتلقاهم كل واحدة وإنتاج متاحها وعندها كوي تسوقوا هذا هو البيتو سي البيتو كونسيومر لهنا معنا تكون قريب انتي معنا تكبائع تمشي للمستهلك مباشرة كامل معاك مدام أمال الطالبي نكمل في علاقة بالأنشطة الثقافية اللي مبرمجينها بعد خرجة المحفل اليوم بعد خرجة المحفل اليوم نكمل تظاهرة براعم المدينة كما قلت لك عروض مسرحية عروض ورشات العشرة متاع السباح في العطلة يوميا العشرة متاع السباح ورشات برعة يدوية وفنون تشكيلية وورشة في صنعة الدماء هذا في دار الثقافة في دار الثقافة مال ثلاثة عروض مسرحية وفيت التظاهرة هذه وربيعة الطفل والكل جاينا رمضان وما أدراك ما رمضان في بيب سويقا شهر العظيم هذاك بطبيعة الناس الكل تحت في البيب مع أنت بالنسبة ليوم كأنه عيد رهو رمضان مع أنت يجي رمضان الناس الكل تحذر روحة وتبدأ مكبر رمضان تقريبا يفصلنا أقل من شهر على شهر رمضان الكريم نستحذر تشري في بخار تعمل في كل شي النكهة وصلتنا لليل النكهة واصلة خاصة ناسين إن شاء الله إن شاء الله كنحينا ربي وما فهمش كوفيد شو محذرين في رمضان عنا برشا مفاجئات وعروض عروض موسيقية تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية كل يوم يوميا سبعة اليالي في رمضان مثل مثلا الافتتاح بش يكون بالفرقة الوطنية للفنون الشعبية وبرشا عروض فنية مفاجئات إن شاء الله بش يكون برنامج منوع وحلو من ملوف من عروض طرابية من عروض صوفية كبيرة يوميا من ابتداء من النصف الثاني وإلى من أول رمضان ابتداء من الأسبوع الثاني من رمضان بعد شقن فتر بعد شقن فتر إن شاء الله ربي يحينه بخير الناس الكل قالوا لي 16 يوم بالضبط مزالوا على رمضان ربي يحينه بخير الناس الكل وإن شاء الله اليوم هذي يتعدى يوم محلو يوم محفل خرجت باب سويقة اليوم من باب سويقة حتى السيدي البحر حتى باب بحر باب بحر بحر بلغة العامية بتاعنا بي ساحة النصر ساحة النصر وإذا الخاصة ساحة النصر أنت أدق وتعرف مشكورة مدام بسمة العيدي في لجنة تنظيم بتاع الخرجة المحفل أيضا رئيسة جمعية نيسي تونس الحديثة مرحبا بكم بعدنا مدام أميل الطالبي مدير الدار الثقافة باب سويقة شكرا لكم على الحضور معنا حب نشكر الأعضاء متاعي وخاصة نائب الرئيس سيمحسن عوينا سيمحسن تحياتي لك ومحليها اللبسة التونسية متاعك اللي أنتي لبسها والجبة التونسية متاعك وبالحق معنتها محليك ومحلى حضورك بحضينا في البلاتو مشكور جدا نشكر مدام نورة جراد وعربية الفرشيشي المستشار قانوني لجمعية وبيت الأعضاء سمحوني كل مشكور للنسي كل خاصة أنه كل ما عنده بصمة حلوة في أنه ينتج ويساهم ويعمل مجهود باش حاجة هذي هو بعد قليل تحدثت على الإزاكسسوار والعنبر والريحة متاع بلادنا خاصة في الصناعة التقليدية وخاصة في الصناعة الحولي بعدك باش نشوفوها في البلاتو باش تكون معنا مادم فريقي ساني دونك باش تحدثنا على أكثر تفاصيل في هذا الموضوع لكن قبل هذي كل نمشي ونشوفو مع بعضنا كليب فيديو كليب للفنينة شهر زيد هليل ثم نعود ترجمة نانسي قنقر توسيني وما توسنيش كيف حبك علمني نطير في دروب الحياة نصير كيف حبك علمني نطير في دروب الحياة نصير نسمع كلمة نوالي نسمع نسمع كلمة نوالي نسمع كيف حماما وزد الريح في بحورات عنيك نريح كيف حماما وزد الريح في بحورات عنيك نريح أين حد كن وقلها ونصير تبعد علي يا تخليني كيف الوردة ما تسقيني تبعد علي يا تخليني كيف الوردة ما تسقيني لا تقتل يا لتحييني أنا وردة من يديك أنا وردة من يديك لكن السوكي ما بي عليك تعرف اللي أنت روحي من غيرك أنا ما نعيش وتعرف اللي أنت روحي من غيرك أنا أنا ما نعيش أنت اللي تداوي لجروحي أنت اللي تداوي لجروحي تسيني وما تنسنيش رجعنا معكم البلاتو هذا الصباح وهذا الصباح نستقبل بحدينا مدام عواطف الفريقي حيرفية أستاذة وأيضا في صناعة الحولي والمجوهرات أهلا وسهلا ومرحبا بيك نورتنا نورتنا باللبسة التقليدية ليس اليوم الوطني اللي يبس التقليدي وكنا نتحدث منذ قليل على كونه السيدات اللي تحب تطور من العمل اللي امتاح وإلى تحب تمتهن صنعة صناعة المجوهرات والزاكسسوار يظل يتنجم تكون مهنة بيه دخل منها برشا فلوس خاصة وقت اللي تتقنها وتعرف كيفاش اتبيحها اليوم اخترتنا دي زاكسسوار حلوين برشا يوم امتون قلنا نخدم بالعنبر مدام عواطف نعطيك المجال انتي باش تفسرنا اكثر هو اليوم الوطني اللي الصناعات التقليدية حاولت هو الحقيقة فام برشا مجالات نجمو نحكيو فيهم اليوم لكن انا حبيت نقول العنبر هو العنبر حاجة مزينا برشا ان بلوس ماتير نوبل معناه نبيلا مادة نبيلا وتسمى زيدا الطيب معناها الطيب على خطر الريحة متاعو طيبة برشا و الريحة ديجا اينا كنحكي عليها من نجمش نوصفها طي المو ريحة بنينة برشا سورتود العنبر الصحيح اللي يقولوا احنا الصحيح معناه تعمل على قاعدة صحيحة هس ريحة نبخور ولا فيه هو وراه معناها المسكو فيه اللي كونبوزون بتاعو فيه منه شوية للوحد العنبر وفيه حاجات اخرى العودقرنفل وفيه الزبد وفيه السمغ فيه برشا حاجات اللي تنجم تخلي ريحتو كين طيبة واخنا اليوم نحكيو عالعنبر نحكيو معناها كين مادة ونحكيو كيفاش نصنعوه بالقالب كيفاش نصنعوه وشنو القوالب اللي عنا موجودين خاطر فما قوالب بيبداي وغالين برشا احنا بشنسهل للشتائد المشاهدين كيفاش تنجم من القوالب الرخاص اللي موجودين في الدار موجودين في كوجينا كيفاش ننجمو نعملو دي فارم اشكال مختلفة واشكال مزيينة برشا وان بلوس كيفاش لازاستوس متاع العنبر خاطر فيه برشا حاجات اللي يزمنا نتفيدوهم اول حاجة وفما حاجات يلزمنا نعملو بيهم كنساقح خاطر العنبر كمادة مهوش كيمالحجر كيمالحجر اللي هو معناها مادة صلبة وتمشي مع مع العبد مع نقولوا احنا مع احوال العبد الحجارة على خاطر هي تمشي مع الحالة اللي هو فيها الانسان العنبر نفس الشي لكن مادة ماهيش صلبة لينا هي كتمسها صلبة لكن متحبش الماء متحبش الماء مثلا انا لبس تخاتم وبيش نخص اليدايا لي نعمل بلالة وبيش نعمل برفان لي معناها يلزمني انا زيما نستحفظ على كل مادة هذيك ومن خلال استحفاذ هذيك انت تثمن المادة هذيك كعنبر معناها نمشي واخنا هذي الخاصية غروسومودو ما حبيش ندخل فيها برشا للعنبر وقلنا المكونات متاعه هي مكونات خاصة جدا وبالنسبة اللي حب يخدمها اللي حب يخدمها راهو ينجم يخدمها ماهيش صعيبة اللي معناها يبدأ شيره بش يخدمها خاطر فما عاجز نفسي هو اللي يخليك تحب تخدمها معناها حاجة تحبها تحب تمسها خاطر الماتير الشنية هي يجبك تمسها يجبك تحس بها العنبر حاجة الحقيقة مزينا برشا وليقول العنبر قلت سبحة احنا ديجاق قاعدين نشوف برشا احنا جبنا حاجات صغار بش نسهل على السيدة المشاهدين مثلا عنا الحوطة هيدا العنبر يمشي برشا بالجوهر يمشي برشا بالبرجين الأحمر يمشي برشا بالكعبات الزرق الأزرق التركوز يخرج عليه برشا ومشي العنبر نجمو نخدموها كمعناها سبحة بورتوكلي زيدة نجمو نخدمو بورتوكلي بالعنبر نجمو زيدة نخدمو كوليه كاملة نشوف لكوليه بالعنبر وفيهم الموتيف فيلغران وزيد الموتيف ويحد مرتلي يبدأ بنحاس المتروق هذي برش شوفوك عبيت جوهر كبار بالكدي هذي برش برش جي في كبوت جي في ذيس كبير متعشتي أكثر منها متعصيف بالشاشية زيدة اي اي وعننا لبيك هذي كبورتوكلي في شاشية شاشية وعملنا بمبون كينو الكون تنو متع الشاشية وعننا زيدة البيك هذي ما يستعملوهم برش في الحجاب عنا برش حاجات نجمو نخدموهم شنو نجمو نخدمو تاو مدام احنا نجمو كيفيش مع انتا بش تورينا اكثر اي بش نوريكم ساعة هذي ما بعض النماذج متع الاشكال اللي هذو من القوم حاضرين يتباع لأ انتي تعملهم هوا معاش النجم نعمل منتاج يجب مني نمسح داية بالقدي خاطر انفو نمسو العجينة مدبيك متعملش المونتاج خاطر بش تكحل الماتير اللي بش تستعملها معناها دو بريفيرابل هذو ما نصنعوهم احنا لقوال العنبر معنا تايت بات بات لأ هو العنبر فما ديكمبوز قلنا مويد تخدم مجمعة انا نعلم كيفاش تاخذك المواد هذوك وتخدمهم كما قلت لك فاتمة راهوا سهل يسر بيش تخدم مو صعيب وكل واحد ها العنبر كماده هذي العنبر كماده ويتخدم بالزيت اللي انتي خدمته هذي اي منيش اينا تليمث يخدمه عمان نحب نكون ديما ديما امينة في المعلومة هذو ما تليمث يخدموه ومش نحاول نحاول انواريك ديجا كي تشوفو معنطا كيما البتا مودلي معنطا اي هو 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 تواب شنطوعوه احنا معنطا بالتاريخ متاعنا وبعدك عند القويلب حاضرين معنطا تخدم القويلب حاضرين هاني مش نشوفو ان القويلب هذو ما يتباعو في السوق متاعنا العادي هذو ما الكعب بلاستيك عنا السيليكون زيدا عنا هذي ياراس وزنب بتاع السيليكون عنا البلاستيك وعنا زيدا الحديد وعنا الحديد معنطا انتي الموجود الموجود نبدأو نخدمو حاجة بالنسبة الهيدي بش نعملو بروش احنا ديجا بديت انا نخدم فيها بش من نقف برش وقت عملنا البروش هذية مبعد بش نحاولو ناخذو كالكو بيرل قلنا يمشي ياسر بالجور ونخدمو بشوية بشوية سهل البرش بهش صعيبة الحكاية زميلنا حافظ بشي طبك دوك هكا خير هذية نعملو هكا كما العادة نقص شكاملو البروش متعنا بح ديما الكرو مقابلتني ندورو ونحطوها ديجا احنا حاضرة هوني ال ونسكرو هذي البروش معنى النجمو احنا نعملو اي حقان مزلت فيها ديتياي اخر ديجا حذرني كعبة عمبر صغرونة ترهي ونسكر بطل ونبعد بش ركبو ايا مختار تهري خذنا البروش ديما نعمل زينيفيكاسيون بعد ما نكملو وشوفو الهني الديتياي معنى كيفش تخلي اين سنتيمتر امبري اين سنتيمتر بش تقفل معنى نجمو احنا نلبسو حاجة عادية ونحطو بروش وتركب وتركبها تطلع يصير مزيينة بي اذي يسايا حذرنيها جو بش ركبوها ونكبسوها ونبعد نعملو الفيري فيكاسيون بتاعنا اذو ما نشيو محاضرين الموتيف حتينا فيه جسد زوز كعبات عمبر وشوف الليبوني اللي مع العنبر هذي كي يخرج ويصير الليبوني مع العنبر واذو ما تاخد هم حاضرين كل شي كل شي حاضر جسد تركب كل شي حاضر مي حاجة الحاجة الوحيدة اللي ننصح بها يلزمك انت تعمل الكروكي متاع خدمتك النموذج اللي بيشتخدمه تحطه في ورقة حتى متعرش تصور مثالش هذي يحددلك من المشتريات ويخليك مخك متجه نحو المشتريات متاعك ومتخسرش برشة فلوس شفت حلو برشة مزيان فيه ما شاء الله مكتوبة زيدة تعمل تنجم تكتب الكاليغرافية متاعك على ورقة وتهزها الحيرة فيه هو يصور هالك ويقص هالك ويركع هالك حسب الذوق متاعك هذي بورتوكليت نجم معاها زيدة السبحة تخدموا السبحة يجيوا كادوا مزيان يسر معناها ما نقتصروش لهنا العنبر كان على تزيين المرأة كهو معناها النجم نعملوه برشة حاجات هاي البرشة وطوا بشنا نوريكم كيف بش نخدموا العنبر خاطر فيه حكمة ناخذوا شوية زيت متاع عمبر ندهن ويدينا شوية مش برشة خاطر كيمش ناخذوا برشة راهو بشي ترشق العنبر ناخذوا ترايف عمبر بسم الله نسيش نسيش وديجاكي تحل الشكارة تقاها ربيح هني تضرب وفما أقلية أقلية ريح العنبر تجيهم قوية مش مقولوش حاجة أخرى ثم اللي حبوها ثم اللي ميحبوها مش برشة اللي ميحبوها شفتوا كيف تعملها بزيت دجا هي تتلين اي كيمة البتمود اي اي تتتوع راه وطحطها في القالب اي طوال نحاول اينا بش نعملها كيمهاكا اينا طوال بش نعمل خمسة خاطر عنا برشة نماذج هذية كيفش جي بش نحاول نحطوها قد قد ناخذو بالقالب ناخذو الزيت كلو نرمال موند هنو بنسو احنا القالب طالتو هذو ما خطر بالله بحط تخرج الشكل اللي حاشك بيه الشكل هاي اي يقعد حتى ميستحقش تحط في فور ولا حاج لق لق يشيح بالهوال بالهوال طبيعي هذي كالوحدة بيه منبعض ناخذو احنا بيهوال يجبها تشيح شوية هي المحالة اما مش مشكل ناخذو التيش ونشوفو احنا ويش نحطو التيش متاعنا خطر يجبنا ننقبوه نعملو الواحد متاعنا بيش نخمو في المونتاج كيفش بش تعمل فنت تقعد تشيح كما هكا ونبعض نعملو هالمنتاج متاح واضح واشنشوفو نعملو شكل اخر حمزيين برشة زيدة بش نخطو فيه الخمسة هذي ونو خد متاع كيف متاع وسع بيل متاع شخص مغروم زيدة هي نقول لك الخدمة هذه متاع الصناعات التقليدية رأي متاع كيف متاع واحد بش يقول لك منتجات الصناعات التقليدية غالية حتى تتخدم باليد ما همش مكينات وتخفايا لشين وحاجة تخرج ان سيري دجال قطعة بش تخدمها تشد لك اليد برش وتقعد فيها برش وقت ثم نس يقول لك غاليين الصناعات التقليدية المنتوجات الحلي غالي الليباس غالي دوك لهن شنو تقول حاجة اخرى هي هو غالي بصراحة غالي اما احنا نقولوا راهي القطعة فيها روح موليها معناها هي الكمبوزون غالي نور مو يشيح شوية شو محلها هكا تعملها ومبعض انتي تعملها لنو تتخدم لنو تتخدم سلسلة ولا حاجة جي حاجة مزيينة تنجم زيدة تخليها مغير تيش وتحطها في خاطب جي مزيينة برشا المهم قلنا غالية شوية هي معناها طول المهو المنتوجات غاليين لكن انتي ما تنسيش اللي الحاجة معناها مخدومة باليد حتى انتي تعملها تاخذ كل شي حاضر تعمل منتاج راي خذت من الباسيونس متاعك خذت من روح متاعك معناها انتي تخدم فيها بفن كبير بروح عالية ما تنجمش انتي تبدأ ستريسي وكل وتشد حاجة وتبدأ تتفره هذا وقتها يعيشك مدام عواطف الفريقي مشكورة جدا ان شاء الله تعرفتوا معها على كيفية صناعة الحولية باستخدام العنبر المنتجات هذية الحلوة الاختزانال والمزيانة برشة والتنجم هكا تعطي توش ساعة واحد صحيح ما يلبسش لبسة تقليدية ما يلبس حاجة فيها توش اختزانال دونك تبدل كل شي مع التبديل هذي شكرا لك عواطف الفريقي على الحضور معنا نواصل معكم زيل عنا برشة فقرات نذكر ضايفتنا بشكون مدام شهر زيد أهليل عنا برشة فقرات أخرين بشكون أيضا محمد علي النهجي ضيفنا اليوم في بلاتو هذا الصباح وبرشة ضيوف أخرين يأثوا معنا هذا الفضاء نمشي وتخونزيسيون باتلقونا مع سابرين احنا وقيت نبدأ في الغيوسات سليم لنبدأ بهم الزوز فرد وقت لنجعل من الأول الفاخص التي تغطيها يحضر الذي هو قلنا الجيش قصيته ترايفة صغار بطبيعة حتيت من الأول زيت زيتون هذيك لهني الخضر يقصيت هكيف كيف الفلفل أصفر الفلفل الحلو نجمو نعوضو بالفلفل الخضر العادي الحلوة بصل والفلفل الأحمر ذيك الفلفل حار خاطر نقول حاجة ميكسيكين يعني حاجة موزوزة ومحرح به الغيوسات كما تشوفوا المكونات متاحة واضحة على الشيشة نضع الشامبينيون الشامبينيون اختيري معناتها اللي ما يلقاش مش حاجة نسيسير بارشا دونك حتينا الشامبينيون مش نحط تاوى شوية ملح مش نحط 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 فلفل زيناء شوية بالكل مش بارشا ومش نحط فلفل لكحل مش نخلي هذي الخضر متاعنا تطيب ومن بعد كي تحذر مش نزيد لها لقتانية لقتانية متستحق كويسان دونك إذك عليش ما حتي نهيش من لول مع الخضر والجيش مش نخلي هم يتيبوا نجمو نزيدو شوية ثوم فيسك الجيش يحب الثوم مش نزيدو شوية بالكل ثوم في التفوي حكيا ونخلي فها اتباع لروح تاوى نمشيو للغوسات بخنسبال متاعنا والطبق الرئيسي اللي هي قلنا مش نعوذو الروز الجربي بالمحمص ولا المحمص اللي هنا اخذيت المحمص الجويت تاويك مش نزيدو المحمص 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 هنا الخضراء اللي هي بصال الوسف الناريا والخضراء الورقية قلت لكم كل واحدة يحط حسب الضوغ امراء وقدما نوعه قدما يجي القوة ابن هذاك حتيت معدنوس كلافس تبلا سبني قدما نوعه قدما يجي ابن والمنفع اكثر بالتبعاء ماذا نصبوهم الوضع الوضع تنقص بالمحمص بالمحمص يعني قدما تكثر قدما خير بالنسبة للتفويح نجبنا نفوحوه بالكده خاطر برشا من الفيح يهبط بالمحمص والمحمص وهو كما كانوا واضحين قديمكم على الشاشة نحط الملح من الفيح ما نخافوش من الفيح خاطر كما قلتلكم بالليفين متاع الفابور ينقص مبعض نحطوا فلفل زينة من غرفة كبيرة نحطوا الفلفل لكحل نحطوا الفلفل لكحل نحطوا طيب الكروية من التطبيق نحطوا طويل طويل نحطواة موضوع نحطوا قركم نحطوا في الان وهناك جميع الحبارة نحطوا موضوع نحطوا نحطوا طويل التطبيق نحطوا ضعوا نحطوا لنصبوا الزيت زيتونة متاعنا ومن بعد بش نحاولوا نخلطوا لزينجريديون كل في بعضهم مليح بالقدي قبل ما نحطوه يفور في الكسكيس متاعنا اكيد بش نغتيوه بش تسهل علينا عملية انو المحمصة التيب تقعد مروية متقعد شايحة انا بش نكمل نخلط الخضرة متاعي بالقدي نخليها تفور وأكيد الخضرة هذية نتفقدها ديكو التيب نحط لها الميس ونرجع لكم ونوريكم كيفاش بش نكملوا من بعضنا الخبز البنت تختيع مشكورة جدا سابرين نرجو احنا للبلاتون نمشيو للمراكب الثقافي بالمنزه سيد سوين موجود زميلنا بولبيبة العدودي اليوم في المراكب الثقافي بالمنزه سيس يحتفلوا ايضا باليوم الوطني للباس التقليدي واكثر معطيات مع بولبيبة سباح النور بولبيبة مرة اخرى صباح الفل صباح العلوان صباح الانامل الذهبية احنا الآن في الفضاء الثقافي والمركب الرياضي بالمنزه السادس هناك رواق جميل جدا للصناعة التقليدية في اليوم الوطني للصناعة التقليدية المسؤول عن هذا الرواق وعن هذا التنظيم الجيد الجميل مدام فاضما تعطينا صورة واضحة عن هذا التجمع الحيرا فيه على سلامتكم ومرحبا بيكم في النهار المزيان هذا يوم الوطني اللي باس تقليدي المعرض هذا حذر نقه من مندوبة الجهوية الصناعة التقليدية بيارينا سيسامير المندوب وانا كنت المنظمة فيه اللي في المو ولا هوجبتنا تبرك الله حرافيين ما شاء الله من القلعة من سوسة من نابل من قرينا ثم برشا حاجات خمعة نتفعل انا معك وقدم معنا انتي مثلا منين عصيبة انا ايمان برمامية من قلعة لاندلس حرافية في الرسم على مختلف المحامل كيف كيف تقلت العالم الشوكولاتة تجربة صغيرة وبسيطة ان شاء الله تعجب الزواء مع التوش توصية بالطبيعة الاخت من جرجيس وهي عكارية مرحبا بها ما شاء الله عليها اللبس الجميلة انتي منين تحديدا وباش تشارك انا من جرجيس وعندي ماركة عملتها في بريطانيا مدة خمسة سنين ونشارك بمنتجات بحلي بالناجة مواد تجميل وشامبوان بيولوجية خالصة بحلي بالناجة وفما عندك الحرفاء اي في انجليترا في الداخل والخارج عندي في الانجليترا وعندي في فرنسا وفي الخليج وفي روسيا لكن روسيا طبب وفي تونس حاليا موافقة يا للا ونزوروك في فرس اخرى ومعانا الجميلة مدام ما شكون معي مونيرة الحسايري من مدينة قرعة لاندلس مصممة ازياء نعمل تصميم وتطريز لبس تقليد التونسي احياء التراث عندي منتوج يدوي تريزة وكل شيء شاركت بيه اليوم في المعرض لإحياء التراث في اليوم كما هذا 16 مارس نحي تراث متاعنا في اليباسنا التقليدي الفرملة التونسية والشاشية شكر لمدام فاطمة وسي سمير على مجهوداتهم بيش نكونوا حاضرين اليوم يعطيك الصحة احنا ناخده اذا كان متوفرة ممثلة اخرى ناخده صور سيد احمد يعطيناها الصور الجميلة وسيد الوالي بيصدد الآن تدشين المعرض سيد والي اريانا شكو معايا اتفضل مدام مين اجتمثل مدام انا مانبر في الجماعية متاع جماعية امل الابداع واللي منظمين التظاهرة هذه تظاهرة كل ما هو تقليدي تونسي ان شاء الله نحافظوا عليه يا ربي ودي ما تونس عزيزة علينا وما يجبش نسلمه فيها يعطيك الصحة على وقع هذه الانامل الذهبية في هذا اليوم الجميل نعود اليك الزميلة فاطمة ونلتقي في مواعد اخرى شكرا نيك بولبيبة مشكور على اللمحة هذه والدورة في المراكبة الثقافية بالمنزه السيدس على وقع الاحتفال باليوم الوطني اللي بس التقليد احنا نرجع الهنا للبلاتو بش نتحطوا على افنمون افنمون بش يصير تقريبا نتحطوا على مشروع هنا وسعيدة جدا باستقبل مدام ذوحة الجورشي اهلا وسهلا ومرحبا بيك شكرا على الحضور أعطيكم الصحة وشكرا على الدعوة شكرا ليك نتحطوا ايضا ونستقبلوا بحثينا مداموازيل نورهين بن سالم اهلا وسهلا أعطيك صحة شكرا ليك نورهين ايضا على الحضور بش نتحطوا على مهرجين المساوات ناخدوا فكرة المهرجين المساوات هذي في علاقة بالجندرة بالنوع الاجتماعي في ترسيخ المساوات ما بين الإناث والذكور هذي كل نشوفوه معاك كيف جاءت فكرة المشروع في حد ذاته يأتيك الصحة احنا جمعية اسمها جمعية أدو بلوس جمعية اليافع واليافعة اللي تشتغل مع اليافعين واليافعات اللي عمرهم بين 13 و 13 سنة تعمل تطوير مهاراتهم الثقافية والمدنية وفي نطاق هذي جاء مشروعنا هنا الآن هنا الآن هو بالأساس يشتغل حول القيادة النسائية لكن التفكير باقي على مستوى المرأة نخمو فيها بعد 18 لأن وقتها تبدأ معركة الحياة في علاقة بالتشغيل في علاقة بالانتخاب في علاقة بمدى وصولها لصوت القرار لكن ننسى أنه تم موروث كامل وتربية كاملة اللي هي تربع عليها المرأة هذيكا ورجل هذيكا اللي هو بعد رأس الوكيات فيها تمييزية بامتياز على ذلك اخترت جمعية أدو بلوس مع شركاءها منتدى الفيدراليات وبدعم الحكومة الكندية وكذلك بشراكة مع ديوان خدمات المدرسية الفكرة أنه عنده أسبوء عنده سنتين المشروع نشتغلوا عليه جمعنا يفعين ويفعات من عدة ولايات من نقاو من مجلز البيب من قبلية من تويرف من كذلك من الأشخاص والإعاقة البصرية كذلك عنا من نزيم شانس اللي هما الصغيرات اللي هما غادروا معدها مقاعد الدراسة لكن جيتهم فرصة ثانية الفكرة أنه بعد مسار تكوين بعد تكوين هذيكا جيت تكوين بحال قايم على مفهوم النوع الاجتماعي كذلك مسألة الحقوق الإنسان كذلك مفهوم القيادة التحويلية بقعت رحل السؤال هل أنه التمييز يعيشوا فيه اليافعين واليافعات كيف نحن ننظروله وكما علاقة المناصرين قضايا النساء فتعمت دراسة حول تصورة اليافعين واليافعات حول تمييز قايم على النوع الاجتماعي الدراسة هذه تحدثت على المدرسة تحدثت على الدار تحدثت على الشارع وكيفه شيروا اليافعين واليافعات وخرجت مجموعة توسيات أول شيء قل لك أنه إحنا تم تربية كاملة نتربيه أنه هو التفلة تنظف والوليد ما ينظفش أنه هو برقه معيش بنتي يعطي كاسمية لخوك إلى آخير هي بتبعت الحال وتبش تكبر لحيات تمييز بين النوع الاجتماعي يتحثوا على الولاد والبنات نفرقوا ما بينتهم البنات يعملوا حاجات الولاد ما يعملوهم شو الولاد معناتها فيها فيها قالب معين للمرأة كيف كيف وهذا يبدأوا نرسخوا فيهم اللي بنية عمرها ثلاثة سنين ولا تعرفوا ألا الولاية ثلاثة سنين ولا يعني ياتيك صح هنا أحنا بحضينا نرشين نرشين من اليافعات تحضر معنا في البلاتو التمييز بين النوع الاجتماعي هل أنه تفهمك مفهوم وتعرف أنت اليوم الجنس متاعك قائم أنه اليوم تنجم تخرج للمجتمع ويميز ما بين أنثى وما بين ذكر بيأسر بعد دورات التكوينية اللي عملناها مع أدو بلوس توسعت المعرفة متاعنا بخصوص الموضوع هذي وأكيد معناها مزيل عنا التمييز في المجتمع متاعنا شأن أبينا مزيل فما تمييز دوك أحنا شي نحاولو نحاولو نجيمة أنه نحاولو نكسروا الصور النمطية هذيك المداولة في المجتمع نتاعنا وهل أنه العملية سهلة أو صعبة؟ أكيد ليه خطر شوال حاجة هذية عندها سنين يعني نتوارثوا فيها دوك بشوي بشوي أحنا قاعدين نحاولو أننا نخلق التغيير معاكم يافيعين في الجامعية ليهما أولاد أيضا؟ يعني شنو رأيهم في الموضوع؟ هل ثم تجاوب من ناحيتهم وإلى ثم صد يعني؟ لا فهم بالنسبة للأولاد اللي معانا في الجامعية بالحق يعني ديما نشوفهم يسندوا فينا يحبوا يحبوا بالحق يغيروا معناها يزينا من العقليات هذيك خلينا نبدلوا إلى متى يعني خطر لبلادنا تستحقنا لكلنا يعني بولادنا وببناتنا هل تعتقد أنه اليوم يزمنا نتحطوا على زوز أشخاص ككائن بالمفهوم الشمولي للكلمة مش على جنس معاين؟ علش لا يعني شوف أحنا بلادنا مستحقتنا لكل دونك أنا وإنتي زوز نخدمه بش نحاوله نخلقه التغيير طيب جدا مفهوم نتحطوا على المساوات ومشروع المساوات هل أنه أنت معا المساوات؟ أكيد معا المساوات به؟ وهل أنه نفس الرأي هذي تتقسموه معا لزملائم تاعكم أكيد فتحتوا باب النقاش في الموضوع هذي مشروع المساوات مدى إمكانية تطبيق المساوات؟ وشنوها اللي نجموه نتساويه فيه؟ أهم حاجة أن نتساويه في الحقوق وفي الواجبات أنه أنا يكون عندي أنا وياك نفس الحقوق ونفس الواجبات فماش عليش يكون فهمة تمييز معناها وتشاركناه الموضوع هذي يعني في اللي سياد وكل شيء قمنا بعرض الدراسة اللي خدمناها مع بعضنا وتقع تجاوب بين السيدة والإخنة في الإدارة طيب جدا مشكورة نورشين نرجع معاك مدام ذوحا جورشي مشروع هنا مشروع هنا الآن وأيضا مهرجين المساوات اللي أطلقتوه شنو الغاية منو وين تحبو توصله؟ المهرجين هو جيد نتاج لمسار كما ذكرت لك يعني بعد الدراسة قاموا الوليدات لأنهم كيخشت مقترحات وتوسيات في أهمية أول حاجة التحسيس دونك تحسيس هذي يختاروا أنه هو من خلال المسرح ونورشين كانت من اليافعات اللي شاكت في العمل المسرحي مسرحية المهمة اللي بش نقاوها تعرض ديو مشارله كذلك اختاروا أنه مش يعملوا فيديو قصير دو دي لأنه هو بطريقة نفهوم النوع على الشيء والأسف مش مفهوم يعني مش مفهوم هو ثم مغالطة حول المفهوم فهذا مهم يسا أنه يقع تفسير وتبسيته بالأساس نحكيه بيقع نفس الفئة كذلك كانت من التوصيات لأنه نحكيه على المتمدرسين كما قلنا وغير متمدرسين لكن ضمن المتمدرسين فما عنا بنيات وريدات موجودين في المبيتات وهنا تجيه أنه كيف كيف قاعد تأسيس في داخل مبيتات التلماذية نوادي المساواة موجودين في فرنانا، في تويرف، في معهد النور ببنعروس، في مدسة الفصة الثانية، في كبلي وفي نطاق هذه وفي الفضاء هذه لها أول مرة يتفتح وأنهما يدخلوا في تفاعل حول النقاش كما ذكرت أنت مدى تبني ومدى قبول فكرة المساواة لدى اليافعين واليافعات في داخل هذه النوادي قاموا بمجموعة أنشطة من بينها أنه مقاموا بتصويت فيلم قصير باستعمال موجوب، موبايل جورناليزم بشين ينقلوا شنو والانتهاكات اللي يحسوا فيها الفتيات ولكن ما نحكيوش كان عن الفتيات فقط وعلى ذلك نحفي أدو بروس نختمع اليافع واليافع لأنه حتى اليافع هو في تركيبته وفي تكوينه بيكون تمييز يزيد عايشك أنت راجل ولدي ما يبكيش دونك في عملية تعبيراته أنك أنت يقويس وتكلخشين إلى آخره الطفلة هيفة وإحناينا وكيفاش نتحكي هكي دونك هذي كلها في التربية بتاعه هنا وأنت سؤالك بجميل جدا في علاقة أنه هل اليافعين يساندنا يساندونا مع هذا المسار هذا أكيد بعمل التوعية وهنا جي أهمية التوعية وأهمية العملت على المجتمع المدني أنه هو في تغيير العقليات لأنه نحن في أنه نكون هما رافعين لهذا التحدي ما هوش بالسهل لأنهم يقعوا تصدي من أصحابهم مثلا من الأشياء اللي قاموا بها أنهم وضعوا ورقة سياسات اللي هما بشي قدموها للوزير التربية لأنه الانتهاكات يروا فيها والأعمال التمييزية في داخل مؤسساتهم بينها التبلية تلبسها الطفلة لازمها تلبسها والوليد نجم ما يلبسيش وإلى خليها محلول وإلى خليها محلول وإلى ناحية ما يدخلش بها أو تعرف بليح ويعفو المشاهدين أنه قديش من الطفلة خرجوها من قصر لأنه هي مش تبس الميدعة بتاعها والوليد موجود فهذه إحدى الممارسات اللي هي تغرس دنيوية الفتاة وبالعكس اللي يفع يرى روحوا فإنك يتغير وهنا حتى الوليدات هم قاموا بحملات رفعوا هالورقة هذية بالعكس قالوا نلبسوا الزوس نلبسوا حتى الميدة الوردية كما قالوهم الليلة فقط أنهم مش يقولون نحن رأنا كيف كيف متساوين عن المستوى مهرج المساوية هذي وقت بش يتم اليوم اليوم ينتلقى شوية آخر في وقت تحذيرات نمضيهم مساعتين في فضاء المسعدي واللي هو مهم ينصر هالفضاء المسعدي لأنه قلة الفضاءات اللي وين ينشتوا فيها اليافعين واليافعات فضاء المسعدي موجود في تونس العاصمة بش يكون فيه برشة حكاية مزيانة دونك ندعو كل المشاهدين أن يكونوا حاضرين لأنه بش يسمعوا صوت صوت مختلف جدا صوت اليافعين واليافعات وهم وهنا ينصرنا قضية الحقوق وقضية حقوق النساء وهذا حق مش مزيئ ورح جدا مشكورة جدا مدم ذوحال جورشي شكرا لك على الحضور معنا مشكورة جدا نورشين بن سالم أيضا يعطيك الصحة إذن تنجموا وتمشيوا الفضاء المسعدي اليوم العشية وتابعوا هذا المهرجين المساوات مشروع هنا الآن ومناصرة لقضايا المرأة وأيضا لترسيخ المساوات لعدم التمييز وأيضا لترسيخ مفهوم الجندرة نتحطوا على كيان ما نتحدثوش على تمييز ما بين إناث وذكور نمشي ونواصلوا معاكم باش ناخدوا معانا عبر الهاتف سي باسام حمادي المكلف والنطق الرسمي بالإعلام بالنسبة لمهرجين التمور بيك بيلي أهلا وسهلا سي باسام سي باسام مهرجين التمور يبدأ نهار 18 مارس الاحتفاء بشكون على يومين من 18 حتى العشرين مارس بلادنا بلاد الدقلة بلاد التمور التصدير متاع التمور التونسية وتمور اللي معروف عليها قبلي خاصة تعطينا أكثر تفاصيل هي صحيح الحقيقة هو سنة دورة بش تكون دورة إثنائية لأنه مهرجين في العادة يكون في شهر نوفمبر في الفترة اللي يكون فيها جنيا تمور وقتها سنضي الوضع للعشرات والبلاد لكل تعرف الكورونا كل شي تمت أخير الدورة حابنا في دورة مارس تكون دورة الربيع معدت تحت شعار ربيع الواحة مش تكون كيمة العادة فيها احتفالية كبيرة باشا لحقيقة هي فرصة دينا للوخيان والنزوار واللي مختلفة مع الولايات الأخرى كل تشاركنا فرحاتنا وجهوا لولايات كبيرلي اللي الحقيقة التامر موجود فيها على طول العام ولكن هي فترة جنيا تمور ما هو الجديد سيباسين في الدورة هذه؟ وما هي الحقيقة هو مش بشده برشا برشا على القاعدة لكن ديما عنه ثوابت موجودة في المهرجين هو ديما تنشيط الصحات الكبرى والوحات في مدينة كبيرلي وحتى في بعض القرى دي من خلال فرق كالف الكرورية الوطنية والجواوية والعربية وحتى للفعات العالمية في بعض الأحيان لكن دي من خلقش بعض العالمين لانه الجيحة مخلتنش تحقيقة يكون عنه طيوف من خارج الوطن بشكل كبير وديما ثم الاحتفالية الكبرى تكون فيه ساحة الرحبة هي المكان التاريخي مدينة كبيرلي القديمة اللي موجودة في وسط الوحات والاحتفالة دي ما فيها أروض فرجوية كتيرا برشا سنعنا ملحمة أثير المعطان اللي لدي عبد الزهر المعطان هو بمعطاء اسم الاسماء البقر اللي بجنبه ساجيا والبقر نعرفه اللي هو حياة وفيه برشامية ضوكية فرصة للحياة على الأقل فرصة بيش نرجعون جديد بعد الكورونا عنا سحرة زادة سنان تونسيا أو مارس في اختتام المعارضين إذا فتن إلى عطبية شعرية لمب معتها مختلف فحول الشعر في ولاية كبيرلي وإذا فتن إلى مغناء البدوي وعنا زادة الماكلات الشعبية ومستخدمات النخلة نعرق والتمر النخلة مش فقط كان التمر عنا برش حاجات معتها موات تجنين بشتكون في موجودة في المعارض بشتكون فيما القهوة بشتكون فيما الرب بشتكون فيما متخرجات النخيل وكتمينة حتى والحاجات اللي نستعملهم معتها نسجلوا بمتيار باوك الخشب بشتكون في دار الثقافة ثم ضيوف بشتكون معنا يتفرجوا على الأرض الفروسية والملئات والمداولي باوكي بشتكون في طيفة كبيرة تعيشها ولاية كبيري من 18 إلى 20 مارس إن شاء الله إن شاء الله مشكور يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا المهرجين تمور بي كبيري اللي تعيش على وقع مدينة كبيري من 18 حتى العشرين مارس ناس فترة امتاع عطلة